موسيقى وطبعا نستقبل معاكم ضيف حلقة الليلة المخرج خالد جمال يهلا ومرحبا فيك أهلا فيك شغل بلطعتك من نومنت ان شاء الله حيا كلها الله ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر ساعتك لأنك تبارك يهمني اليوم خالد كونك مشارك في السباق الرمضاني ومشاء الله في زخم كبير من الأعمال الدرامية 22 عمل كويتي ومشارك شرايك بهذا التنوى الكبير اللي حاصب في الدرام الكويتي والله الأعمال جميلة صراح وفي تنوى في الأفكار الموجودة والأشياء اللي قد نطرح في الساحة بس تقريبا متشابه يعني هنا ما أقول صريح معاك تحسها أنها متقاربة بس المعالجات مختلفة يعني تحس أن كل شخص وكل عمل عالج أي مشكلة موجودة بطريقتها الخاصة هل تعتقد اليوم أن هذا التشابه والتقارب لأن هذه الأعمال تصورت في الكويت العمالها شيخوي هو الموضوع ورق احنا هم شيء عندنا في المسلسل يكون الورق زين وتحس أنه يستفزك يخليك أنت تبدع فيه وتحاول أنك تطلع الموجود بصورة ثانية يعني الكهتنات في الكويت أو التصوير بشكل عام في الكويت تقريبا هو متقارب بالنهاية الجغرافيا الموجودة محدودة والأشياء الموجودة هي متكررة ولكن هي الشخص التي تختلف على كثير التقارب لما احنا في بعض الأعمال الدرامية أو التشابه مثلا لقينا كثير من الأعمال أو أكثر من عمل صاير مثلا التردد على الدكتور النفسي أو مثلا أعمال السحر والشعودة وأمور مثل هذه متشابهة لكن ناس كثيرة قالوا أن ما تطرقوا لأعمال أو لقضايا فعلا تهم الشارع الكويتي أو تساعد في طرحها أو إيجاد حلها بشكل عام بالعكس الأعمال عالجت تقريبا 90% من المشاكل كما؟ وائد أشياء هذه الأمور الاجتماعية الموجودة على أقل تسماغلتي الأمور السحر الأمور الموجودة في الساحة هي تعالجت تقريبا كامل ولكن هذا هو مشكلة يمكن فيه مطلب أن يكون أعمق شوي يشوفون المشاكل الأعمق اللي تهم الناس أكثر من الأمور الاجتماعية يعتمد على الورق أنا أرجع نفسه هو الموضوع نفسه هو الورق والذي يحرك الكلمة طبيعيا وهو الورق وائد مهم يعني إحنا تقريبا إحنا قاعد نعاني في الدراما الخليجية بشكل عام من بعض النصوص اللي هي تكون ما هي مستوى يعني تحسن العمل عادي جدا من نفس العمل شون السبب يعني ليش الكاتب تلك عنده مشكلة بالنص الثقافة لابد ولازم يكون الكاتب متقف يكون ملم في كل شيء في الأمور النفسية في الأمور الدينية في الأمور السياسية في الأمور الحياتية معاصر قاري عارف عنده تجارب مو في بعضهم اللي هم النادرين طبعا من أمع لك كم قصة من الإستقرام أو من الفانزات ومسويها مسلسل يعني فهذه أشيات عاني يعني أنا عن نفسي عاني من لما أقرأ أي نص إنك أنت ماك شي يديد ماك شي يديد أنت بلناي لما تقرأ الورق هو تحدي بينك وبينك إنت شلون تفوز على الورق وشلون أطلع صورة زينب الورق شلون أغيرها شلون أطلع الفكرة هذه بطريقتي وبالسيناريو اللي أنا يعني بوجهة نظري فتلقى أكثر شي إن الأمور أو النصوص سينة يعني بسوها ما في شي دي تعتقد اليوم المنصات يعني زادت للنخناق على بعض الكتاب بأنه لازم يجدد لازم يطور لازم يغير من جلب حتى يعني هذي ميزة المنصات ميزة المنصات إنه أنت قاعة تطلع بره بره المألوف يعني القضايا اللي قاعة تنطرح في بعيد عن نقص الرقابة تطلع في منطقة بعيدة شوي تروح على أفكار يديدة على الأمور النفسية على الأمور السحر والشعوذة نطلع في قالب يديد يعني نعم صح يمكننا بيشوف معاك لقطات من هاي الروح نشوفها ونرجع معاك طبعا اليوم خالد كثير من المنافسات اللي حصلت في الدراما الكوتية وكثير من الأعمال تطرقت حق أكثر من فكرة مثلا عمل هاي الروح تطرق حق يعني ذوي الإعاقة وذوي يعني الهمم وتطرق حق قضية إنسانية اليوم مش كتر مهم في أعمالك تبحث عن القضايا الإنسانية مهم جدا يعني مهم جدا أن العمل يكون مشابه ويكون تحس قريب منك يعني أنت لما تشوف المسلسل تحس أن هذه القصة صارت لك أو هذه القضية أنا سمعتها أو سمعت شون صارت بس المهم يختلف السيناريو اللي أنت صار لك في صندوقك الأسفل يعني كل واحد فينا عنده ذاكرة معينة فهو هذه المسلسلات قاعدة تتنشط يعني تحس أنه هو قريب منك يعني تحس أنه يشبهنا وصارت لها القصة وصارت لها السابق فهذا هو هذه أنا دائما أحرص عليها أن تكون في مسلسلاتنا نعم يمكن أن عندك عملين هالسينا أحب الباهر وحضرة المغوظ بحثنا الدبانة في نسكتور نحن يا قطوي ديش السيديو يا دبانة وجودة مستحيل فنا بنتكلم عن هالعملين وهل أنت كونك اليوم كمخرجة أما تشتغل عملين رمضانيين يختلف معك من عمل إلى عمل الإخراج على حسب القصة وعلى حسب اللوك هذا تحدي كبير يعني لما يكون عندك عملين في رمضان تحاول بقدر المستطاع أنك أنت تتلع مختلف في العمل وتتلع مختلف في العمل الثاني وما يكون مشابه في الإخراج وفي طريقة حركة الكاميرا والسيناريو يعني فهو عبء كبير عليك يعني كمخرج أنك أنت يكون عندك عملين وينعرضون في رمضان وبالصدفة يصير نفس القناة يمكن ما تدري أنت لما تتطور مسلسل أنت ما أعرف وين بينعرض فإذا صدف أن نعرض وراء بعض أو بنفس القناة فهذا تحدي كبير تختلف الأدوات في كل عمل طبيعي فأنت تحاول تغير في تكنيك التصوير في تكنيك الكواليتي الرؤية اليوم تهمة اليوم كثير من الناس صارت تهتم يقولك الرؤية صارت مشابهة مثلا هذا المخرج دخل في عملين أو ثلاثة نفس الرؤية قعد تتكرر نفس الزوايا نفس الكادرات نفس طريقة التصوير فصار اليوم يعني البعض من المتلقين صار عنده ثقافة يهمك هذا اليوم يصير عندك هاجس وراء لازم أعطي شيء يديد عشان الناس لا تشوف وتنتقد طبيعي طبيعي أنت لازم تكون متجدد يعني يعني إذا أنت ما تجدد في أعمالك وحاول تتطور من نفسك وتحاول تشوف المحيط اللي بره وتشوف الزملائك شنو قدمه وتحاول تخطوم نفسهم يعني وتشوف الأعمال البره يعني تحاول تشوف في مصر في لبنان تشوف نتفليكس تشوف بره تحاول لكن تتطور من أدواتك كمخرج يعني كالأدوات الفنية طبعا أنا وايد أهتم حق موضوع التمثيل أكثر منهم الأمور الفنية يعني أنا دائما تركيزي يكون على أداء الممثل على أداء الممثل أبني ممثل نعم أصنع ممثل شيء جميل عندي أدوات 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 أدوش الكاستيك يكون صحيح يكون في المكان الصح أدوش في أعماق الشخصية يعني أخليه إلى مرحلة الأولى المرحلة الثانية عشان يصير متنوع ليسي ثلاثين حلقة هو يكون مونتون يشبه نفس النسب المثل من الحلقة واحد لحلقة ثلاثين وهو نفسه فأنا دائما أحاول أني أنا أغير في أداء التمثيلي للممثلين شيء جميل اليوم أن المخرج يهتم في أداء وحس الممثل وتطور الشخصية أكثر من أنه يهتم بالصورة ولكن اليوم ممكن أنت اليوم تتعامل مع فنانين سبقوك خبرة وسبقوك يعني بفترة زمنية شو تتعامل معاهم وشو ممكن أنت توجدهم ملاحظات تتعدل من الأداء والله لله الحمد أنا يعني في هذا حضرة الموقف اشتغلت مع الأستاذة هيفا عادل أو أجهلها تحية وهذه أول مرة أنا أشتغل معاها وصراحة هي مكسب يعني لأي عمل فني وإثراء لأي مشهد يعني لما يكون فيه أستاذة هيفا والأستاذة نريم الصالح بالعكس والله يسمعون يعني أي ملاحظة أقولها أي شيء أنا أسمع منهم وهم يسمعون مني فقبل المشهد نقعد إحنا ويبعض ربع وإخوان وحبايب واحد يعطي نقول المشهد لي لا نقول المشهد لي بالعكس يسمعونه النصيحة أنا أشوف الآن في التوبوكس بعض من المشاهد حضرة الموقف ومعاننا الفنان عبدالله تركماني وهني عبدالله تركماني شارك كفنان وهو بالأساس بعد مخرج عبدالله تركماني آنك وصديق لا عبدالله نسولف عم كل شيء يعني مرات في أعمال أنا أشاركه وسولف مع عبدالله حتى لو هو في الأمل نعم أدي قليلا يقول له هابو عبد الحميد عندي أمل هل تتلاقون بالأراء الفنية؟ قبل يومين كانوا معاننا الفنانة هبة الدري والزوج هنواف نوجه لهم أكيد تحية فكنا نتكلم عن المقطع اللي اللقطة اللي انقصت في المشهد اللي الحادث زين إذا تسمح لي أسئلك لماذا انقص هذا المشهد؟ معنا احنا شفنا الكواليس التصوير يمكن من خلال سناب شات أو غيرها كان مشهد عادي يعني لماذا تم؟ صحيح أول شيء هبة الدري كانت إضافة جميلة للعمل هذه أول تعامل مع هبة الدري يعني ما شاء الله عليها فنانة جميلة وطاقة فنية يعني مكسب لأي عمل فنية موضوع المشهد يعني أنت بعارفه احنا يعني قاعدنا ساعتين ونص يوم كان فيه عصار صحيح كان كان مكين ثلاث ساعات قاعدنا بس نصور المشهد بس بالنهاية هو فيه أمور فنية يعني 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 النهايان ما قصيتها يعني ما قاعد يعني أبذل ساعتين ثلاثة في التصوير عشان أخر شيئا قطة صحيح بس هو موضوع فيه أمور فنية تخص المشهد يعني ما طالع بشكل انت تبي يعني يعني نقصها يعني نقصها ونختصها ونأخذ المعنى منها أنا دائما أسأل نفسي في كل مشهد انت شون تايو المشهد صحيح يعني المشهد شون تايو بنا تايو بنا أن شيخة اللي هي هي هبة الدريل فانانة هبة الدريل أنت تندعم فبادي الأفكار بادي الأشياء اللي سوينا احنا فيه أمور فنية وفيه أمور صارت يعني ما قدرنا نعرضها يعني أنا عندي الموجود وائد زين نعم تتأذى اليوم أنت من مقصر رغيب ممكن يعني يأذيك هذا الشيء أكيد أكيد يعني هذا قاعد يستعب يعني يعني هذا الجهد إحنا قاعد نبدله نبدله أساس حنا نطلع المشهد أو نطلع الفكرة بصورة حلوة أخي شيء باردن باردن نقصها هل اليوم الدراما اللي قاعد تقدم بالساحة هل تعكس واقعene الاجتماعي؟ لا مش eben الدراما لا تمثل الواقع يعني هي بالvel estr pity هذه قصة وقاعد يقول لي قصة قصة بمعينة حادثة تصير فهي ما تمثل مجتمع الاجتماع أكبر من المسلثل يعني يعني اقليم المجتمع الم جمع أكبر من timelines inander المجتمع يعني اسم مجتمع ما يقارن يский بالنهاية هو مسلسل وبيعدي هي فكرة وهو معالجة درامية لأي مشكلة صائرة في الطلاق في الزواج في أي مشكلة فهذا هو المجتمع يعالج الجبس هذا ما يقع يقول لك أن المجتمع يعالج المشكلة بالطريقة الفلانية فهي تماما ما تمثل المجتمع اليوم أنت مع أن كل عمل لازم يكون فيه إلى معالجة درامية طبيعي لازم يكون فيه تيمورك يعني لازم فيه ورشة نقعد المخرج مع المثلين مع المؤلف نقعد نسولف عن المسلسل كامل من حلقة واحد من المشهد الأول إلى حلقة ثلاثين طبعا هذا أنا للطوستس الذي دائما أسوي يعني أن في أعمالي أقعد فصفص النص نقعد نشوف الشخصيات هذه الخطلة درامية والرايح الأحداث أشلون صارت نعالجها بالنهاية نحن فريق نحن فريق أمل نتعاون نحط أدينا بيط بعض عشان تطلع الصورة حلوية هل لازم لكل عمل معالجة درامية يعني في بعض الكتاب وبعض المنتجمع يعني بعض المنتجين قام يروحوا نصوب النهاية المفتوحة والمتلقي هو يصنع النهاية مثل ما هو شاف أو مثل ما هو فهم هو المنتج ما لا دقل في النص يعني هو بالنهاية هذا كمؤلف بس يختار النص يختار النص صحيح بس هو المؤلف على حسب الاتفاق صاروا المنتجين الحين في آخر السنوات يفرض أنا أبي نص يتكلم عن هذا الموضوع وأبي يعطيني هذا الحل وأبي أروح صاروا منتج يوم يتحكم في أكثر من شيء ممكن حتى قام يتحكم في الإخراج صحيح فهذا الفرق لما يكون فيه منتج تاجر وفيه منتج فنية فيه منتج فنان لما يكون منتج فنان مثل شركة أيبيز اللي أنا حين استغلنا معا محضرة الموقف واخوي أحمد لبريتش يعني ريال فنان يعني موجه لها تحية موجه لها تحية براكان فإيقدر الأمور الفنية اللي قاعدت سوله فيها اشتغلت مع منتج تاجر بالزمان إي اشتغلنا مع منتج تاجر هذا يفرق معاك لما يكون منتج تاجر ومنتج يبي يقدم شيء شو أنت عامل منتج التاجر هاي بيخلص العمل بس يدفع وغايد لا ما يدفع ما يدفع وش حقه بيخلص العمل بسرعة أنا ما يدفع فإنت هذا ولاتب تحاشاهم خلاص يعني انت هذا خل بروحه في ناس لهم يعني اللي هو بس بيخلص العمل بحلوة ومرة زين موزين في كوالتي ما في كوالتي في قصة ما في قصة المهم سكر ليه حط ليه بهارد وعطني مو مهم النتيجة فهذا انت مرح تاخب مننا لاهوة رح تاخب مننا قيمة فنية ولا تاخب مننا عمل زين ولا تاخب مننا يعني العمل يكون جدا عادي نعم اليوم بما ان عندك عملين اليوم وايد قاعدين حتى احنا يعني بالواتسبات بيامعات هالنا اليوم العمل فلاني ترند اليوم هذا الاول هذا الاثناني والترند ما شاء الله كل يوم يتغير أتوقع على حسب الأحداث أو حسب مشهد معين أو غيرها على حسب شون هم يقيسون الترند شون أصداء العملين والله تمام وشون ممكن نقيس اليوم الترند هل فعلا اهو يعني لا نصيب النجاح المسلسل ولا هو بس على لا 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 هذه أدواق يعني فيه ناس تحب هذا المسلسل فيه ناس ما تحب هذا المسلسل انت على حسب المسلسل اللي يستهويك فالترند والهاشتاغات وهذه انا بالنسبة لي هذه ما تعني لي شي انا يقيس على ردود الافعال هذي واقع ولا تنشارح 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 اغلبها تنشارح اغلبها يعني تنشارح بس العمل الزين فارض نفسه يعني ما يحتاد انك تتشتري ترند ولا تحط هاشتاغات ولا تحط كومنتات هو العمل زين فارض نفسه يعني الاعمال زينة هي فارضة نفسه صح بس هو بشكل عام عملين لك حب الباهر وحضرة الموقف زيني الاعمال حلوة لها مشاهدة ردود الفعل زينة لهم الحمد لله طبعا نتمنى لك التوفيق الله يسلم لنهاية رمضان في هذه الاعمال واتمنى لك طبعا نقبل يومين خلصنا بنتاج طبعا رمضان كل ما حصت فيه الله يضعك يعني أنا قبل يومين نحن حتى حلقة ثلاثين لا نحن ويا أخوي حمد بريتشي قاع نسكرها بين اي وبين الله وبين اي وبين الله حلو الشغل لك تستمر لنصر رمضان حلو الشغل في التصوير كله يعني انتا عندك بشكلة تدخل رمضان وانت لحمه خالص لا عندي بشكلة بس اهو هذا يعني انت بالنهاية احنا دشينا المسلسل احنا خلصنا حضرة الموقف اتوقع سبع رمضان نعم سبع رمضان خلصنا المسلسل طبعا هذه التجربة انك تدش تصوير رمضان مرت عين في الزوانات وايد يعني فمتعودين على الأجواء هو أربعة ساعة في اليوم نتروح المنتاج نتنام ساعتين نتروح الألوان الموسيقى تتابع تروحتي فمتعودين على هذا بس كشركة كفريق عمل يكون على ايد اعبيد واحدة على قلب واحد لما يحطون ايديهم شي الجبل يكسرون نعم الله أعطيك العافو نتمنى لك التوفيق في عوسم الرمضاني في آخر عشر حلقات ونتمنى لك التوفيق فيما بعد رمضان بالعمال القادمة كل شكر لك المخرج خالج جمال الله يسلمك ويعني يقول لك عساك العواده وعيدك مبارك مقدم عجبين إن شاء الله الله يطيك العافو عمليك العمل مشاء الله أجمل من الثاني كل التوفيق لك أكيد وإن شاء الله نلتقي فيك في عمالك القادمة بإذن الله بإذن الله مشكوري وما قصر يا هلو مرحبا طبعا نحن نستكمل معكم حلقة اليوم نستقبل ضيفنا الثاني بعد الفاصل اشتركوا في القناة